ترجمة نانسي قنقر اهلا بيكم يا شباب في اللقاءنا اليوم وفي اللقاء العاشر الصوت واضح يا شباب اهلا بيكم جميعا يا شباب لو في احد عنده اي تسار او استفسار يتفضل يسأل كلمة تابعة في اتسار او استفسار يا شباب طيب جميل لغاية باقي الزملاء ما يدخلوا معنا والزاملات احنا عندنا المحاضرة السبع وعشرين زي ما انتم عارفين المحاضرة من المحاضرات اللي هي احنا حاسينها بس عايز اقول حاجة غارة للعلم بالشيء فقط لغير يعني منهاش علاقة بالاختبار فيما يتعلق بهذه المحاضرة هي كنت بتكلم عن موضوع اسمه التصنيف السلاسي للمخزون التصنيف السلاسي للمخزون اه لو في حد يشتغل في بعض الشركات في المستودعات او في المخازن او عنده فكرة بيعية الفكرة كلها ايما على ازاي ان احنا نراقب الاصناف اللي موجودة في المخازن او في المستودعات بما لا يبهد العاملين وفي نفس الوقت ما يكلفناش حلوس كتير فسكرتها من اسمها التصنيف السلاسي للمخزون بنقسم المخزون او اصناف المخزون اللي عندنا الى 3 groups ثلاث مجموعات بنسميها الف بق جيم او بيسموها الاجانب اي بي سي تماما شباب؟ بحيث ان المجموعة اللي هي الا او المجموعة الف يكون عدد الاصناف قليل وقيمتها كبيرة مش موجودة عندك امل انا بقولي لا ينجي بالشيء فقط لغاية معايا شباب يبقى المجموعة الاولى بتكون ا او الف بيكون عددها قليل بس قيمتها كبيرة فبنهتم بها اكتر معايا المجموعة التانية بيكون عددها متوسط وقيمتها متوسطة والمجموعة التالتة بيكون عددها كبير ولكن قيمتها قليلة فبنقل ضربة الاهتمام بها بقدر الامكان دي فكرة الاي بي سي او التصنيف السلاسي دي المجزون اذا ما اتفقنا هو الموضوع مش معانا بس انا احب اشير اليه بالميزة ليكم عشان لو حد قال قدامكم يعني ايه التصنيف السلاسي للمجزون تبقوا فاهمين او كما يطلق عليه الاي بي سي طيب احنا بقينا محاضرتين لسه نبقي بسم الله الرحمن الرحيم للشباب والاخوات اللي بسألهم احنا لسه بقينا محاضرتين فقط هما المحاضرة الـ 28 والمحاضرة الـ 29 تمام المحاضرة الـ 28 بتتكلم عن الرقابة المخزنية المحاضرة الـ 28 بتتكلم عن موضوع اسمه الرقابة المخزنية انت عارفين انتو اخذتم في مبادئ الادارة ان احنا عندنا اربع وظائف اساسية للادارة صح؟ التخطيب والتنظيم والتوجيه والرقابة فاذا الرقابة انطبقها على المخازن او المستودعات اذا الرقابة المخزنية معناها ان احنا نطبق وظيفة الرقابة على الجوانب المخزنية طيب ايه خطوات الرقابة المخزنية؟ عندنا خمس خطوات وفق المتيريال اللي معاك الخطوة الاولى وضع معايير للاداء المخزن ومستر اللي هنقص عليها باول خطوة في خطوات الرقابة المخزنية يا شباب وضع معايير للاداء المخزن ثم قياس الاداء الفعل طبيعي طبعا لازم يكون الترتيب لازم يكون التفتيب ومنفعش خطوة تسبق التانية معايا يا شباب يبقى وضع المعايير للاداء المخزنية ثم قياس الاداء الفعلي ثم مقارنة الاثنين ببعض عشان نحدد الفجوة او الانحراف تمام ثم بعد ذلك الخطوة الرابعة تحليل او تحديد وتحليل الانحرافات او تلك الفجوة سنعرف اسبابها ايه والخطوة الخامسة والاخيرة تقديم التوصيات او المقترحات او الاجراءات التصحيحية او الاجراءات العلاجية كلها مسميات صحيحة اذا هذه خطوات الرقابة المخزنية خمس خطوات بالكثير طيب عندنا بعد كده عنوان اخر وهو امنات الرقابة المخزنية مهمة جدا امنات الرقابة المخزنية بنقسم الرقابة المخزنية ثلاث تصنيفات سهلين جدا ومهمين جدا التصنيف الاول وفقا للمرحلة او التوقيت يبقى رقابة مخزنية وفقا للمرحلة او التوقيت معروفة وسهلة هيبقى رقابة سابقة رقابة مصاحبة رقابة لاحقة يعني ايه يعني رقابة قبل الاداء رقابة اثناء الاداء المخزنية ورقابة لاحقة اللي هي بعد الاداء يبقى قبل اثناء بعد اللي هي سابقة مصاحبة لاحقة مظبوط كده يا شباب التصنيف الثاني وفقا للمصدر للمصدر يعني ايه مين اللي هيقوم بعملية الرقابة عندنا رقابة داخلية ذاتية وداخلية وخارجية ذاتية يعني انت بتعمل رقابة على نفسك كمستودع وداخلية يعني من دول الشركة بس مش من المستودعات وخارجية يعني من خارج المنظمة خاصة من الشركات الحكومية والمنظمات الحكومية يبقى بنقسم الرقابة حسب المصدر الى ثلاثة ذاتية داخلية كارجية التصنيف الثالث والاخير وفقا لمدى العلم بها لما هعمل هراء بحد انا عارف ولا مش عارف يبقى وفقا لمدى العلم به رقابة دورية ورقابة فجائية الرقابة الدورية دي تتقى على فترات محددة يعني مثلا كل شهر او كل ثلاث شهور يبقى معروف ان انا عندي رقابة يبقى من سهم رقابة دورية دورية يعني على فترات فترية معروفة ومحددة اما الرقابة الفجائية فهي التي لا يعلم وقتها فجأة كده يجي عليك ايه زي ما بيقولوا ايه تبتش كده اذا ربنا زي ما بيقول واضح يا شباب يبقى عندنا دول الثلاث تصنيفات للرقابة انماط الرقابة المغزنية زي ما اتفقنا مهمة جدا عندنا تقارير الرقابة على الاداء في المستودعات او في المكازم يجد ان تتسم بمجموعة من السمات او تتوافل فيها مجموعة من السمات لأي نوع من التقريب اما التقريب يكون تفصيلي الى حد ما يوضح الحالة اذا كانت جيدة واللعب جيدة ان يخلوا من الاخطاء الحسابية والرقامية واللغوية وان يكون معلوماته محدثة يعني ليست قديمة وان يظهر المقارمات بقدر الامكان طيب عندنا بعد كده يا شباب مفهوم الاجراءات والقواعد المخزنية مهمة جدا او تاني مفهوم الاجراءات والقواعد المخزنية مهمة جدا هنا معناها ان احنا هنقول تعريفين مهمين تعريفين مهمين التعريف الاول يتعلق بمفهوم الاجراءات المخزنية والتعريف الآخر يتعلق بمفهوم القواعد المغزنية طيب لما نقول الإدراءات المغزنية عبر عن إيه مفهومها بقول الكلام ده مهم مجموعة من الخطوات التفصيلية التي تتبع لإنجاز وإتمام مهمة مغزنية معينة يبقى لما نقول إدراءات يبقى خطوات تفصيلية زي ما نقول إدراءات الالتحاص بالماجستير إدراءات فتح حساب في بنك أو مصرف معايا شباب إدراءات تحويلات أو التحويل أو فتح تحويل مستنج وهكذا معايا شباب يبقى أيضا الإدراءات هي مجموعة من الخطوات التفصيلية التي تتبع لإتمام وإنجاز مهمة مغزنية معينة المفهوم الثاني دي عتفنا هو القواعد المغزنية طبعا الإدراءات يسموها بالإنجليز البروسيديول إنما القواعد رول قواعد مغزنية لما أقول هي مجموعة من الأوامر أخذ بالك يا شباب مجموعة من الأوامر المتعلقة بالجواد بالمغزنية على طول وإنت مغمضينيه تختار القواعد المغزنية يبقى لما نقول أوامر يبقى قواعد ولما نقول خطوات تفصيلية تبقى إدراءات أهو ما فيش أسحل من كده تمام يا شباب طيب نروح للمحاضرة التسعة والعشرين المحاضرة التسعة والعشرين أنا بعدي بعض الحاجات كده بخوتها ما عرفش عندكم في المثيرين اللي معاكم ولا لا إنما في بعض الحاجات البسيطة كده بيعديها تمام يا شباب عشان نخفف عنكم شوية الجانب الماضي المحاضرة التسعة والعشرين بعنوان الجرد بعنوان إيه يا شباب الجرد نقول إن إحنا عندنا ثلاث أنواع من الجرد طبعا مهمين جدا ثلاث أنواع من الجرد مهمين جدا أول حاجة الجرد الجزئي وتاني حاجة الجرد الكلي وتالت حاجة اسمها الجرد المستمر إذا عندنا كلي وجزئي ومستمر تمام يا شباب طبعا من اسمهم لازم أنا مش عايزك تحفظ زي ما اتفقنا عايزك تفهم هو ذلك النمط الشائع والمعروف في معظم المنظمات ويتم مرة واحدة في نهاية السنة المالية يبقى على طول نختار إيه يا شباب الجرد الكل صح؟ هقول تاني استنى يا بغي عشان سواني بس الدفتاب معنا بس أنا هتفهمه لك هو مش منضم الأنواع ولا حاجة هو مش رقم أربعة لا إحنا عندنا ثلاث أنواع من الجرد وبعدين هتفهمك الدفتاب بعد شوية سبوري بسك شوية تمام؟ تاني بيقول عندنا ثلاث أنواع من الجرد جرد كلي لما قول النمط الشائع والمعروف في معظم المنظمات ويتم مرة واحدة في نهاية السنة المالية على طول نختار الجرد الكل طيب لما نقول هو ذلك الجرد الفجائي الذي يتم دون علم مصدق لدى رجال المستودعات أو المخازن يبقى على طول نختار الجرد الجزئي لما نقول هو ذلك النمط الذي يتم على مدار العام مدار العام يعني في طول السنة يعني الجرد المستمر هو استخدم في الشركات الشركات الكبيرة صح يا شباب اللي عندها أصناف كتيرة ومن أهم مزايات الجرد اللي هو المستمر دا يا شباب انه يتم دون ضغط السرعة يعني مستمر فإذا أنا مش مضغوط في الوقت ما بوقفش الشغل في المستودعات أثناء القيام به على عكس الجرد الكلي والجزئي بنوقف الشغل يعني نوقف الشغل يا شباب يعني نيجي كده نقول احنا مش هنطلع أصناف من عندنا من المستودع لمدة يومين وقتها لثلاثة وغاية ما نعمل الجرد وعشان الدنيا ما تخربش مننا تمام الجرد المستمر يميزته انه يتم دون ضغط السرعة لا يتم إيقاف العمل في المستودعات أثناء القيام به إنما الجرد الكلي والجرد الجزئي بنوقف الصرف اللي جاية ما نخلص زي ما أحمد ما كتب كده اللي جاية ما نخلص عملية الجرد طيب مين اللي بعد كده بقى اللي كانت اختكم بتتأل عليها يا الضغية اللي هي ايه شباب الجرد الدفتري والجرد الفعلي الجرد الدفتري والجرد الفعلي الجرد الدفتري معناها اللي بيتم على الورق زي ما افتخده في المحذبة مش انتوا في المحذبة يا شباب أو في المشتوى معايا مش مهمون عندنا في البلد ده في المحذبة لما بتيجوا تيجوا حاجة تعملوا حاجة اسمها الرصيد الفعلي الرصيد الفعلي معناها ايه انا صرفت انا جالي قد ايه وكان رصيد اول المدة قد ايه ورصيد اخر للمدة قد ايه اهو ده الجرد الفعلي معايا شباب يبقى عندي اسور آelin الجرد الدفتري الفعلي ان انا ادخل المستودع وعد الاصناف اللي موجودة بالفعلي يبقى الجرد الدفتري اللي بيتم على الورق او على الكمبيوتر معايا شباب انما الفعلي هو اللي بيتم على ارض الواقع موقمة الدفتري جانب الدفاتر زي محمد مقال معايا شباب يبقى عندنا يمكن تصنيف الجرد الى فعل ودفتري الفعل هو اللي بيتم على ارض الواقع والدفتري هو اللي بيتم على المستندات او الدفاتر او الاوراق او على الكمبيوتر معاي شباب يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من الجرد جرد كلي جرد جزئي جرد مستمر التصنيف الاخر ده يعتبر على فكرة ثلاث انواع يعتبروا فعلي التصنيف الاخر احنا بتقسمه الى دفتري وفعلي مزايا الجرد ايه شباب مزايا الجرد ايه انا عايز اشوف الارصدة اللي عندي في الدفتر زي الارصدة الفعلية ولا لا ببساطة شديدة جدا عايز اشوف الناس اللي عندي في المخازن او في المستودعات لا قدر الله حرمية ولا لا صح كده اه فيه سرقة او فيه اهمان ممكن اذا فيه سرقة او فيه اهمان امان يا شباب اذا احنا عندنا التحقق من مطابقة الارصدة الفعلية للارصدة الدفترية ماش فيه امانة ولا لا خلاص بي خليها امانة يا بارك اوكي انت جبت العجز اللي انا قلته انما يعني برضو احسن من اللي انا قلته شوية فيه امانة ولا لا حجل ماش الحاجة التانية يا ترى فيه عجز ولا مفيش حاجة التالتة ان انا بحص العاملين على تحر الدقة لا لا ماش شغالة خليفة لانتوا قلته معايا يا شباب تحر الدقة يعني يا شباب يعني انا عشان الناس ما تبقاش مهملة بشغلها الانتان تعارفين لما يبقى يا شباب عارف ان حد هيراجع وراه حد هيرائب شغله حد هيفرز وراه ايه اللي موجود و ايه اللي مش موجود بينضبط اكتر في الشغل بيخلص في الشغل بيركز في الشغل اذا هنا بيحص لما يبقى فيه رقابة للجرد او ما شبه ذلك بيحص العاملين على تحر الدقة والمحافظة على ما لديهم من اشياء او اصنع طبعا لو احنا بنتلم عن ناحية اسلامية زي ما انتم عارفين اللي مخصوطك بيقولون شوية الامانة وما يتعلق بالمشؤولية وقالا كلكم راعين وكلكم مسؤولا عن رأياته يعني مفترض ان اي انسان يجب ان هو يكون امين في عمله ويراع الله سبحانه وتعالى بقدر الامكان في عملية الشغل التالفي احمد التالفي احمد التالفي احمد لازم نحن لما هنعرف لما هنعمل عملية الجرد هتظهر لنا بعض الايه بعض الاصناف التالفي صح الاصناف التالفي دي لازم نشوف اسباب هذا التالفي احنا هنحلل متعارفين زي ما اتفقنا عملية الرقابة المخزنية لازم نشوف يا ترى ايه الاصباب التي ادت الى وجود هذا التالفي اذا كانت الاصباب تتعلق دي الاهمال من قبل العاملين في المستودعات فلابد ان يتم توقيع الاقاب والجزاء المناسب عليه طب اذا كان التالفي راجع لاصباب تخرج عن سيطرة العاملين يعني امطار جد فجأة معايا سيول عدم دوامل تتعلق دي انا مش انا خارج اوصف كنترول زي ما الاجانب بيسموها يا احمد معايا سوق التهوية سوق عملية التخزين بسبب امكانات مادية انا مقدرش انا اتحكم فيها كعامل انما اقدر ان انا اطلب عملية اطلب توفير بيئة بيئة تخزينية جيدة او بسبب سوق النقل دي ما البعض بيقول اذا في كل الاحوال عندما يكون هناك فاقد او ثالث لابد ان نحلل الاسباب اما اسباب ترجع الى العاملين يتم معاقبتهم او اسباب تخرج عن سيطرة العاملين وبالتالي لابد ان نحللها ونعالج تلك الاسباب في المستقبل طيب او اياكم يا احمد ربنا بارفين عندنا بعد كده جزئية مهمة يا شباب وهي العوامل الحاكمة في تحديد سياسة الجرد العوامل الحاكمة في تحديد سياسة الجرد طب هي الاول ايه سياسة الجرد سياسة الجرد او ناخد جرد بالعينات اللي احنا بنسميه الجرد الاحصائي طيب احنا عندنا الجرد قد يكون شامل او بالعينة شامل يعني باخد الصنف الفلان ده هو واجرد كل الوحدات اللي فيها طيب الجرد الشامل يتعلق بجميع الاصناف داخل المستودة اما الجرد بالعينة او كما يتبق عليه زي ما اتفقنا الجرد الاحصائي باخد من كل صنف عينة عشوائي طيب انت مميل للجرد الشامل وانت مميل للجرد بالعينة نشوف بقى عندنا اربع عوامل هناخد اربع عوامل عدد الاصناف والميزانية المخصصة للجرد والوقت ومدى اهمية الصنف معاي شباب طيب تعالوا نفكر فينا مع بعض عدد الاصناف لو عدد الاصناف عندي في المستودة قليل مميل للجرد الشامل او للجرد بالعينة جرد الشامل صح لا مش عينة يا اروه لو عدد الاصناف قليل مضوط يا اروه انما لو عدد الاصناف كتير تمام لو عدد الاصناف كتير يا شباب العدد انا بتكلم على عدد الاصناف لو عدد الاصناف كبير نميل الى الجرد بالعينة لو عدد الأصناف قليل نميل إلى الجرد الشامل إذا كانت الميزانية المخصصة لعملية الجرد كبيرة يعني أنا بجيكم لأن طبعا 30 عملية الجرد بتتكلف فلوس إذا كان الميزانية المخصصة للجرد كبيرة نميل الجرد الشامل قليلة نميل الجرد بالعينة يا رشق كما ممكن يا شباب طيب الوقت المتاح إذا كان عندنا وقت ومستسع من الوقت نميل الجرد الشامل وإذا كان الوقت ديء أو بسيط أو قليل نميل الجرد بالعينة بتعتمد على اللوجيك مدى أهمية الصمف إذا كان الصمف مهم وقيمته كبيرة قيمته كبيرة نميل إلى الجرد الشامل طيب إذا كانت الأصناف أهميتها قليلة وقيمتها قليلة نميل إلى الجرد بالعينة واضح يا شباب؟ كده عندنا أربع عوامل يكفينا الأربع عوامل دولار فيما يتعلق ديء تحديد إلى أي مدى نميل للجرد الشامل أو الجرد بالعينة طبعا أحيانا بتحصل أسباب وجود سرقات يعني ممكن يا شباب إيه؟ إذا عدد الأصناف قليلة يا عدد الأصناف نميل الجرد الشامل على طول يا بصد بقري فيه معايا لا لو عدد الأصناف قليلة العدد يعني أنت عندك ثلاث أربع أصناف اللي بتتعامل معايا تقدر تعملي الجرد الشامل بس برضو يا ترى كل صنف كمياته قد إيه؟ خد بالك هي القضية مش قضية عدد أصناف قليلة بس بس يا ترى الكمية من كل صنف قد إيه؟ طبعا كل شركة بتوائم الأمور آه آه تماما كل شركة يا شباب بتوائم الأمور على حسب ظروفها وزيما تتبقى أنا على حسب الناس اللي هتعمل الجرد قد إيه؟ والميزانية قد إيه؟ والوقت قد إيه؟ واحنا بنعمل أسفا الجرد إيه؟ في أسباب كتير وبالتالي احنا ما دخلاش في التفاصيل بتاعيها طيب عندنا في أسباب لوجود فرقات يعني إيه فرقات يا شباب؟ يعني اختلاف ما بين الجرد الدفتري والجرد الفعلي إيه الأسباب اللي قد تؤدي إلى وجود اختلاف ما بين الأرقام اللي موجودة في الجساتر والأرقام اللي موجودة في المستودة؟ اللي احنا بنسمعها الفعالية أول حاجة تأثير العوامل الطبيعية صح؟ ليه؟ لأن العوامل الطبيعية بيكون مرتبطة ببعض الأصناف يا أروح يعني مثلا في بعض الأصناف ربما يحصل لها نوع من التبصر في إيه اللي وزنها؟ صح جدا؟ أو يحصل لها نوع من الجفاف تمام؟ أو يحصل لها نوع من التصرب الأرض تشربها لبعض البترول وما شبه ذلك وبعض الأشياء البترولية ممكن أن الأرض تنتصرها ومش نتخزينها مضبوط تنتصر جزء منها وهكذا طيب ممكن بسبب الثلاث ماشر أو الثلاث يا بغض دي مش معانا ممكن يحصل الأقطاء بسبب التسجيل في البطاقات يعني إيه؟ يعني أنا جاي لي مثلا ألف واحدة من طنف معين بدل ما سجلهم ألف سجلتهم عشر ثلاثة صح جدا؟ مش أحيانا بتحصل أقطاء بشرية يبقى أقطاء في عملية التسجيل طلعت النهاردة من عندي 100 وحدة و 200 و 300 وبعدين مش عارف 100 فبقوا 700 لما طلعتهم على الدفاتر كتبتهم 500 بس يبقى في أقطاء في عملية الدخول أقطاء في عملية التسجيل فيما يدخل إلى المستودع وفيما يخرج من المستودع أيضا قد تكون هناك أقطاء في عملية الجرد نفسها وإحنا بنجرد أقطاءنا ما إحنا لجنة لجنة بتنزل كامل عملية الجرد ممكن نقطق؟ ممكن نقطق أيضا يبقى أقطاء في عملية الجرد نفسها في بعض الناس للأسف الشديد ربما يصرفوا بعض الأصناف من غير ما يسجلها جالك واحد حديدة كده للمستودع وطلب منك طلبية وهو شغال في قصة مكتبية مثلا حتى أجوات مكتبية دباتات أقلام مش عارف إيه إدتهم ونستسجلهم إذا هنا الصرف من المستودع بدون التسجيل أقطاء في عمليات العد والوزن والقياس وما شبه ذلك أخيرا أخيرا طبعا اللي هي بتبقى الأخيرة طبعا لأن احنا بنفترض حسن اللي هي في الناس هي ما يتعلق بالصرقة يا أروى والاختلاص الصرقة والاختلاص طبعا ممكن يحصل بسبب الإهمال كمان على فكرة تمام يا شباب كده يا شباب نكون الحمد لله ربنا قرمنا وبفضل الله تم الانتهاء بفضل الله تم الانتهاء من المقرر ولله الحمد بفضل الله قردنا بارك فيك يا أحمد وستميلا للإخوة والأخوات اللي موجودين معانا طبعا يا شباب زي ما اتفقنا إحنا لازال لدينا لقائين لقائين إذا كانت العمر بقيا إن شاء الله لدينا لقائين للمراجعة هناخد كل حاجة يا منا مش كل ذات ولا حاجة إحنا نحل مع بعض إن شاء الله في اللقاء المراجعة كيف تكلفة التقزيم ما تهمتش يا شباب السؤال ولا تنتقصدك في العملي ولا بتاعت مبارح بتاعت أمس إحنا هناخد تمرين دلوقتي لا بتاع أمس يا شباب آه بمسائل المادة تكلفة إجمالية ماذا يا أحمد بص يا أحمد ما زي ما تفقنا في بعض الأسئلة يا أحمد اللي هي بتبقى بتاع الإبلاث من ضمنهم التكلفة الإجمالية فاكرين السؤال بتاع مبارح اللي هو بتاع تكلفة النغاد ده يعتبر سؤال من إبلاث والتكلفة الإجمالية يا أحمد اللي احنا بنجيبها في المشتريات بيكون برضو بتاع الإبلاث تاهمي؟ إنما هنشرحها احنا هناخد مراجعة على كل ما تقلوش طيب تعالوا نتفق الأول على شكل المراجعة شباب تعالوا نتفق على شكل المراجعة الأول احنا لدينا لقائين للمراجعة خلينا أقول لكم بما؟ ناخد معايا شباب ناخد لقاء لي الجزء بتاع المشتريات والتمرين بتاعتي طب اسمعين يا كريمة الأول مونة بتقول لكم في شرح كويس لليوتيوب ما في مشكلة أي شيء استعينوا بيا شباب ما فيش مشكلة خليك معايا كريمة بس الأول مونة أه مونة اللي بتقول سورة مونة اللي بتقول معايا شباب خلينا نقسم المراجعة على مرتين زي ما اتفعله يوم ناخد المشتريات نعرج على النظري المهم اللي فيه عنوين كده بسرعة وناخد العمل بتاع المشتريات ويوم تاني يعني لغاية المحاضرة تبقى رقم من المحاضرة الأولى لغاية المحاضرة رقم كان خمستاشر 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 اعتقد يعني من واحد لخمستاشر تمام كده واليوم الثاني في المراجعة ناخد الجزء بتاع المخازن والمستوجعات ومراقبة المخزون اللي هو ابتداء من المحاضرة السبعتاشر لغاية المحاضرة الأخيرة بتاعة النهاردة اللي هي التسعة وعشرين نظري وعملي نظري وعملي نبقى احنا متنفقين كده مرتين المراجعة حل طيب خلصنا من الجزئية الأولانية الجزئية الثانية اللي عايزين نتفق عليها الجزئية الثانية اللي عايزين نتفق عليها المراجعة المرتين دول هل نخليهم الأسبوع القادم الاثنين ولا ناخد واحدة الأسبوع الجاي وواحدة الأسبوع اللي بعده نراجع المقرر كله الاسبوع اللي جاي الاثنين الاسبوع اللي جاي ولا واحدة وواحدة طبعا انا عارف انا عارف ان احنا عرب مش هنتفق طيب لو انتوا عايزين رأي لو انتوا عايزين رأي معي يا شباب لو انتوا عايزين رأي نخليها مرة الاسبوع الجاي ومرة الاسبوع اللي بعد ليه لان احنا عشان عايزكم تكونوا ذكرتوا المقرر كوي يبقى انتم لو هناخدوا الاثنين الاسبوع الجاي بقى معناها انتم من النهاردة لغاية الاسبوع الجاي لازم تخلصوا مقرر كله معايا يا شباب انما لو خدنا مرة الاسبوع اللي جاي ومرة الاسبوع اللي بعده يبقى هتذكرهم الخمستاشر الاولانين اللي هو النص بتاع المشتريات للاسبوع اللي جاي وبقى انتم ذكرهم المخازم ومراقبة المخزون للاسبوع اللي بعده ايه رأيكم شباب اتنمت ولا ايه خلاص كده مناسب متفئين متفئين خلاص على براتي انا لسه عشان عايزين الفايدة يا شباب انا مقسم هنا انا بالنسبالي مفيش مشاكل اقدر نخلص الاسبوع جاي بس انا هنا عشان انتم تقدرهم تذكرهم كويس ويبقى اللي عندي سؤال يقدر يسألني واللي الجاهز حتة مش فاهمها يبقى كده الامور بالنسبالكم افضل يبقى ناخد لقاء الاسبوع اللي جاي ولقاء الاسبوع اللي بعده تمام ممتاز حال ناخد الاثنين والاثنين ولا الاحد والاحد زي ما انتم عايزين الاحد افضل خلاص مفيش مشكلة اوكي ممتاز ناخد الحد القادم والحد اللي بعده الاحد القادم والاحد اللي بعده وانا طبعا هنوه ليكوا يا شباب في الممتازة زي ما انتم عارفين طب ممتاز احنا ما عندناش الخمس يا مونة خالص لا انا ما عندش حاجة يا مونة بس احنا طالما عندنا الموعيد بتاعتنا يا مونة انا ما عندش حاجة مفيش مشكلة بس طالما احنا عندنا احنا عندنا موعد الاحد وموعد الاثنين فالافضل احنا نلتزل بالموعيد اللي احنا مسجلينها فيه العمادة تمام يبقى الاحد والاحد خلاص المتاز يبقى الاحد القادم هناخد الجزء بتاع المشتريات بالكامل نظري وعملي والاحد اللي بعده بنشيئة اللي تعالى ناخد الجزء بتاع المخازم نظري وعملي ماشا شباب طيب فيه بس حد من الاخوة والاخوات كان بيسأل على تخليف كالتخذيل اللي احنا خدناها مبارح اه برش التوقيت الساعة 9 اه معاعدنا يا احمد اه معاعدنا اللي هو الساعة 9 في حد من الاخوة كان بيسأل على او الاخوات كان بيسأل على الجزء اللي هو بتاع تصريف التخذين تصريف التخذين بسيطة جدا انا هو بقول عندي مثلا انا عندي كان بجيء البدائل بتاقة مخزون الأمان اللي احنا خدناه كان عندنا البدائل البدائل الأول كان صفر البدائل الثاني كان ألف البدائل الثالث كان ألفين وثلاث تلاف واربعة تلاف صح كده كان عندنا خمس بدائل أنا ميديكم ببيانات التمرين إن تكلفة التخزين للوحدة كانت خمسة ريال وكانت تكلفة النفاذ عشر ريال أنا مليش علاقة بتكلفة النفاذ دلوقتي أنا عايز أحسب تكلفة التخزين لكل بديل من هذه البدائل يساوي الكمية في تكلفة التخزين الوحدة ده سهلة جيد تكلفة تخزين الوحدة يعني البديل الأول حيث يساوي صف في خمسة يساوي صف وبعدين ألف في خمسة يساوي خمس ثلاث واكد خمسة آلة أنا معرفش مين كان بيسأل عموما يعني أروى الصوت وصل إلى شباب صوت واضح كويس طبعا شفاء اللي بتسأل ماشي أوكي لو ألفين يا شفاء يبقى ألفين ضرب خمسة طبعا يا شباب عايز أقول لكم حاجة أنا أنا مش هسألكوا على كل ده أنا هسألكوا على واحدة بس وبعدين أقول ثلاث تلاف في خمسة يساوي خمستاشر آلة وبعدين أربع آلاف في خمسة يساوي عشرين آلة أنا هسألكوا على واحدة بس يعني أقول لكم كده يا شباب في ضوء البيانات السابقة إذا كان الحد الأدنى للمخزون ثلاث تلاف وحدة فإن تكلفة التخزين تساوي إذا كامل إجابة نعمل تاب المستطيل بس ثلاث تلاف وحدة سيبقى كامل تكلفة التخزين خمسة شسر آلة تمام معايا يا شباب طيب أديكم تمرين تشتغلوا عليه تعتبروا كأنو كوين معايا يا شباب اعتبروا تمرين كأنو كوين اه بس أنا مش هحجيها رائحة قنع أنا مش هحجيك في الاختبار استكلفة اجمالية أنا أقولت العملت كاملة هذا يمكن يعني يhake policy الافضل معناها انك لازم تحسب كل البدائل سواء كانت تكلفة اجمالية ايه الاسف سواء كانت تكلفة مفاد او تكلفة تكزيل وتجمع الاتنين على بعض وجيب التكلفة الاجمالية وتخطب البديل الاقل الحتة دي رشا راحتها لكم بارة عشان تعرفوها انما انا مش هجب في الجزئية دي يا احمد التكلفة الاجمالية واضح شباب؟ انا قلت كده يا احمد بس اتجبكت فرحان تمام؟ اه هنا مش هجب التكلفة الاجمالية اه بالضبط يا مره ايه يا جامع اه بس هتصر نحسب كل البدائل وانحنا ما عندنا رفاهية الوقت ان احنا نحسب كل البدائل انما انا كنت يبدها لكم عشان لازم تتعلموها انما مش هتقل عنها في الاختبار تمام؟ طيب لو انا قلت لكم البيانات دي يا شباب اكتبوا معايا البيانات دي تمرين كده كوز على السريع الاحتياجات الاحتياجات عشرين الف عدد المراس اللي بنشتري فيها هذين الاحتياجات يساوي خمسة فترة الانتظار عشر يوم او عشرة ايام الاستخدام اليومي ثلاثمائة وحدة تكلفة التخزين الوحدة عشرة ريال تكلفة النفاذ اربعين ريال جدول اللي قلت لكم هيجي لكم اللي فيه عدد المرات ونحتب منه قلنا اول حاجة على طول اللي هي الاحتمالات اهو الجدول هقول كده الكمية كاف كمية الاستخدام وعدد المرات وعدد المرات الكمية عندي الف والفين وثلاثة واربعة وخمسة الف الفين ثلاثة اربعة خمسة تمام عدد المرات عشرة خمسة وعشرين وعشرين ثلاثين عشرين خمسة معايا شباب ايه التمرينة قدام نقدر نطلب ايه اول حاجة نقدر نطلبها رقم واحد نقطة اعادة الطلب العادي نقطة انتو هتحلوا بقى انا مش هحل انتو هتحل نقطة اعادة الطلب العادي طبعا زي ما احمل حسبها ثلاثة ثلاثة على طوف صح يا شباب طيب رقم اتنين نحسب الاحتمالات الجدول ديجي كامل بص يا شباب يا شباب الجدول زي بص التمرين زي ما انتو شايفينه كده تحتاج احدى الشركات الى 20 الف وحدة يتم صلبها على خمس مرات علما بان فترة الانتظار عشرة ايام والاستخدام اليومي 300 وحدة وتكليفة استخزين تبلغ عشرة ريالات للوحدة وتكليفة النفاذ للوحدة تبلغ 40 ريال ويوضح الجدول الاتي الجدول ديجنا بالدهولة في التمرين كميات الاستخدام جاهد وبعدين اطلب منكم المطاليب اللي احنا اتفقنا عليه نقطة اعادة الطلب العادية الاحتمالات انتو بتحسبوها انا اطلب منكم احتمال واحد بس انتو لازم تحسبوا كل الاحتمالات معاي شباب مش انا قلتلكم اول ما يجيلكم الجدول تقوموا مزودين صف تحتيه وتحسبوا الجدول على طول انت تحسبوا الاحتمالات اه تيبا نقوموا مزودين صف كده يا شباب اهو رح فين صف كده ونعمل الاحتمال يعني الاحتمال مجموعهم كام جلو جمعنا عدد المرات مجموعة كام يا شباب المجموعة هيطلع مية ما نقولتلكم بارح المجموعة يا مية يا خمسين المجموعة هنا مية اهو يبقى عشرة في المية خمسة وعشرين في المية طبعا ما فيش انا سميكين انا انا قصد اجيبلكم ارقام سهلة ثلاثين في المية عشرين في المية خمسة في المية والتوتل مية في المية صح كده مية في المية ماينفعش نغلط في الحاجات دي يا شباب دي درجات هدايا درجات هدايا ماينفعش نضاياها يعني نقطة اعادة الطلب لما نحسبها تخدها ثانية ولا ثانية الاحتمالات تخدها اربع خمس ثواني صح جده طيب احنا حسبنا نقطة اعادة الطلب العادية طلعة الثلاثة ثلاثة هيبقى سؤال طب عدد بدائل المخزون كام عدد بدائل الحد الادنى للمخزون كام ثلاثة صح تتجاوز في ثمت ثانية صف والف والفين صح يا شباب طيب لما قلوكوا تكلفة التخزين عندما يكون تكلفة التخزين عندما يكون الحد الادنى للمخزون ألف وحد آه من ثلاثة الخمسة اللي هما يا بغي اللي هما صف والف والفين بدائل المخزون الأماني يا شباب البديل الأول صف البديل الثاني ألف البديل الثالث ألفين تكلفة التخزين عندما يكون الحد الادنى للمخزون ألف همضرب الألف في تكلفة التخزين اللي هي العشرة تبدينا عشر ثلاثة صح يتبقى لنا ازاي نحسب تكلفة نفاد المخزون طب لو قلتلكوا احسبوا تكلفة نفاد المخزون عندما يكون الحد الادنى للمخزون ألف وحد اتعرفوا تحسبوها احسبوها وغادين يبقى نشوفها ان شاء الله ايه سهلا ما فيش حاجة واضح يا شباب حد عنده اي تساؤل او استفسار احنا خدنا كوز على الهوى ان شاء الله ان شاء الله كان في العمر بقية شباب نلتقي يوم الاحد القادم لكي نراجع المشتريات كاملة نظريا وعمليا نظري وعملي هنراجعها ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وركاتكم على خير يا شباب ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة